بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الأول الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى عن درس جديد ألا وهو درس دليل الأصول الثلاثة ولكن قبل أن نشرع في هذا الدرس إخواني وأخواتي دعونا نتذكر ونستذكر ما أخذناه في الدرس الماضي وسبق أن تحدثنا في الدرس الماضي نعم أحسنتم وبارك الله فيكم عن الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها وذكرنا أن هذه الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يعيها ويعرفها حق المعرفة وأن يفهمها فهما كاملا أولى هذه الأصول ذكرنا معرفة أحسنتم العبد ربه معرفة العبد ربه وذلك بأن يتعرف على الله سبحانه وتعالى بآياته وبمخلوقاته أن يعرف أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلا أن يعرف معاني هذه الأسماء أن يعرف معاني هذه الصفات وما تحتويه هذه المعاني من معاني عظيمة وجليلة تليق بالله سبحانه وتعالى لأنه كما قلنا لا يكفي فقط أن تحفظ أسماء الله سبحانه وتعالى دون أن تعرف معناها أن تعرف معنى الرحمن معنى الرحيم معنى الغفور الودود إلى غير ذلك من الأسماء التي تليق به عز وجل أيضا ذكرنا أن من الأصول الثلاثة معرفة العبد دينه وذلك بأن يتعرف الإنسان على أحكام الدين وخاصة أركان الإسلام الصلاة، الزكاة، الصيام والحج فيتعرف على أحكام هذه العبادات لأنها عبادات ركيزة فيجب عليه أن يتعرف ويعرف ما هي الأحكام المتعلقة بها من صفة الصلاة، من أركان الصلاة، من واجبات الصلاة من شروط الصلاة، مفسدات الصيام، أعمال الحج، أعمال العمرة وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها أيضا من الأصول الثلاثة التي ذكرناها معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم وذلك بأن يعرف حياة النبي عليه الصلاة والسلام متى ولد ومتى توفي وماذا عمل في سبيل الدعوة إلى الإسلام وإلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور فيعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية كل هذه داخلة في معرفة العبد نبيه عليه الصلاة والسلام إذن هذه الأصول الثلاثة التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي والآن أيضا في هذا السؤال ننشط الذاكرة قليلا حول ما ذكرناه في الدرس الماضي فهنا في الحق الألف نريد أن نصله بما يناسبه في الحق الباء فمثلا معرفة صفة الصلاة هذا يندرج تحت أي من الأصول الثلاثة؟ أحسنتم ذكرنا أنه يندرج تحت معرفة العبد دينه فيعرف صفة الصلاة داخل في معرفة العبد دينه مثلا معرفة أسماء الله الحسنى هذه داخلة تحت أو تندرج تحت الأصل أحسنتم تحت الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه وأما معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مندرجة تحت معرفة العبد أحسنتم نبيه صلوات ربي وسلامه عليه إذن هذا ما يتعلق بالدرس السابق والآن إخواني وأخواتي ننتقل إلى درسنا الجديد والذي سيتحدث عن دليل الأصول الثلاثة هذه الأصول الثلاثة من أين أتينا بها هل أتينا بها من أهوائنا أو من كيفنا الجواب لا إنما أتى أتت بها الشريعة الإسلامية وأتى بها النبي صلوات ربي وسلامه عليه وسوف نتعرف على دليلها بإذن الله تعالى في خلال هذا الدرس ولكن قبل أن نبدأ في دليل الأصول الثلاثة هنا دعونا نجتمع إلى المعلم الذي طرح سؤالا فقال تعلمنا في الدرس السابق الأصول الثلاثة وقلنا إنها أولا معرفة العبد أحسنتم معرفة العبد ربه الأصل الأول الأصل الثاني معرفة العبد أحسنتم وبارك الله فيكم دينه والثالث معرفة العبد أحسنتم نبيه صلى الله عليه وسلم إذن هذه ترتيب الأصول الثلاثة سئلت ما الأصول الثلاثة تجيب مباشرة معرفة العبد ربه معرفة العبد دينه معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم هذه هي الأصول الثلاثة حفظناها جميعا إذن نأتي عند السؤال الثاني ما الدليل على الأصول الثلاثة الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إذن هذا الدليل يشمل على فوائد كثيرة جدا من هذه الفوائد نعرف أن للإيمان أحسنتم طعما أن للإيمان طعما وأن المؤمن يستطيع أن يتذوق طعم الإيمان يستطيع أن يتذوق طعم الإيمان كيف للمسلم وللمؤمن أن يتذوق طعم الإيمان إذا أحسنتم إذا عرف الأصول الثلاثة إذن أين الأصل الأول هنا في الدليل؟ الأصل الأول قال عليه الصلاة والسلام من رضي بالله ربا هذا هو الأصل الأول من رضي بالله ربا أن ترضى بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي أحياك وهو الذي أماتك أن تؤمن بالله عز وجل كامل الإيمان أن ترضى بما كتبه الله سبحانه وتعالى لك إن خيرا فخير وإن شرا فشر أن ترضى بتقدير الله سبحانه وتعالى لك في شؤون حياتك إذن أن ترضى بالله تبارك وتعالى ربا فهذا هو الدليل على الأصل الأول على معرفة العبد ربا إذن هذا هو الدليل على معرفة العبد ربا إذا ما إذا قيل لك ما هو الدليل؟ هذا هو الدليل من رضي بالله ربا هذا ما يتعلق بالأصل الأول الأصل الثاني قال وبالإسلام دينا ما هو الأصل الثاني؟ أحسنتم معرفة العبد دينه إذن هذا هو الشاهد على دليل الأصل الثاني معرفة العبد دينه فترضى بالإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه رضيت لكم الإسلام دينا كما قال سبحانه وتعالى إذن ترضى بأن الإسلام هو الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة وأن دين الإسلام ناسخ لجميع الأديان السابقة فترضى وتسلم بدين الإسلام إذا رضيت بدين الإسلام ماذا يترتب على هذا؟ أحسنتم يترتبوا على هذا أن تتعرف على أحكام الدين أن تتعرف على أركان الإسلام تعرف كما قلنا أحكام الصلاة أحكام الزكاة ما هي الأنصبة المقدرة في الزكاة تتعرف على مفسدات الصيام أنك سوف تصوم من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فتعرف ما هي المفسدات التي لو ارتكبتها بطل هذا الصيام تتعرف على أعمال الحج كيف تسعى كيف تطوف كيف ترمي الجمار كيف تنتقل من المشاعر من ميناء إلى مزدلفة إلى عرفة إلى مزدلفة ثم تعود إلى ميناء وهكذا تتعرف على أحكام الشريعة الإسلامية لا يقتصر هذا في جانب العبادات بل أيضا في جانب المعاملات كيف تبيع وكيف تشتري كيف تتعامل بالمعاملات المباحة الجائزة وأن تبتعد عن المعاملات المحرمة أيضا تتعلم فقه الأسرة وما يتعلق بأحكام النكاح والطلاق وغيرها كل هذه ينبغي على الإنسان أن يعرفها وأن يتعلمها حتى يدخل بإذن الله في الأصل الثاني وهو معرفة العبد دينه الأصل الثالث ذكره عليه الصلاة والسلام بقوله وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وهذا هو الدليل على معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم إذن في هذا الدليل إخواني وأخواتي عرفنا الأصول الثلاثة فلو أتاك أحد وسألك من أين أتيتم بهذه الأصول الثلاثة فتجيب عليه مباشرة بهذا الدليل فتقول له قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كيف ترضى بالإسلام دينا إلا أن تتعلم أحكام الدين والإسلام كيف ترضى بالله عز وجل ربا إلا بأن تتعرف على ربك عز وجل تتعرف عليه بأسمائه وصفاته كيف ترضى بالنبي عليه الصلاة والسلام نبيا إلا أن تتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى حياته وعلى صفاته الخلقية والخلقية وعلى هديه عليه الصلاة والسلام في تعاملاته حتى تقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه إذن هذا هو الدليل على الأصول الثلاثة وقلنا أيضا إخواني وأخواتي أن من الفوائد في هذا الحديث أن للإيمان ماذا طعما وأن طعم الإيمان لن يذوقه إلا من عرف هذه الأصول الثلاثة حق المعرفة لن يذوق طعم الإيمان إلا من عرف هذه الأصول الثلاثة حق المعرفة إذن انتهينا الآن وعرفنا هذا الدليل فينبغي عليكم إخواني وأخواتي حفظوا هذا الدليل حفظا متقنا الآن إخواني وأخواتي ننتقل إلى التقويم ونختم به درسنا بإذن الله تعالى هنا الآن نريد أن نصل بين الدوائر والمربعات ذا قطعم الإيمان من رضي بالله ماذا أحسنتم بالله ربا إذن نصل الدائرة الأولى مع المربع الأخير ذا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا والثاني بالإسلام أحسنتم وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا إذن وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هكذا الآن اكتمل معنا هذا النشاط ذا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إذن إخواني وأخواتي هذا ما يتعلق بدليل الأصول الثلاثة فينبغي علينا حفظ هذا الدليل حفظا متقنا وأيضا أن يتعلم ويدرس الإنسان معنا أو هذه الأصول الثلاثة فيتعرف على ربه عز وجل ويتعرف على دينه ويتعرف على نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يكتمل عنده الإيمان ويذوق طعم الإيمان الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام إذن إخواني وأخواتي أشكر لكم هذه المشاركات الرائعة والجميلة وأتمنى أنكم قد استفدتم من هذا الدرس بإذن الله تعالى ألتقيكم في دروس قادمة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته